قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن فرض ميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران مشرفين تابعين لها على المدارس الأهلية في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها خطوة تصعيدية تندرج ضمن مساعيها لإحكام السيطرة على العملية التعليمية بشكل كامل وأوضح الإرياني أن ميليشيات الحوثية الإرهابية عمدت منذ انقلابها على الدولة إلى استغلال العملية التعليمية والمدارس والمناهج الدراسية وتوظيفها أداة في الحرب في تهديد خطير للنسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وقيم التنوع والتعدد والتعايش بين اليمنيين وأشار إلى ما تقوم به ميليشيات الحوثي من غسل لعقول مئات الآلاف من الطلبة والطالبات وتفخيخها بالأفكار الظالمية المتطرفة الدخيلة على بلدنا ومجتمعنا والمستوردة من إيران وتحويلها إلى أوكار للسدراج وتجنيد وتدريب الأطفال ومعامل لتفخيخ الإرهابيين وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بممارسة ضغوط حقيقية على قيادات الميليشيات الحوثية لتحييد العملية التعليمية عن الصراع والتوقف عن ممارساتها التدميرية التي تقوض دعوات وجهود التهديئة وتعمل على نسف فرص إحلال السلام في اليمن ترجمة نانسي قنقر